تعود البوصلة الغربية مجددا إلى القضية السورية الشائكة من بوابة قوانين رادعة وإجراءات عقبية ضد السلطة الحاكمة في دمشق شملت الحكومة السورية وشخصيات ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد وضباط كبار في الأجهزة الأمنية المتهمة بارتكاب فضائع وجرائم بحق السوريين سلسلة قوانين وعقوبات ومحاكمات أعلنتها الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال الأيام والأشهر الفائتة مستدفة وفق مراقبين أي محاولات لإعادة تأهيل حكم الأسد إضافة لملاحقة ضباط حكوميين كبار متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب السورية المندلعة منذ العام 2011 أحدث التحركات الغربية كانت من الولايات المتحدة الأمريكية التي أقر فيها مجلس النواب وبأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهورية مشروع قانون أطلق عليه اسم مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في خطوة وصفها معارضون سوريون بالمهمة على الأقل في الوقت الراهن حيث أعادت دول عربية علاقاتها مع دمشق مشروع القانون يحضر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد ويمنح صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك فيما وصفه بسرقة السوريين مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية القانون الأمريكي ينص كذلك على أن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع دمشق من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019 والذي يقضي بفرض عقوبات على أي دولة أو شخص داعم للحكومة السورية ويأتي القانون الجديد الخاص بمناهضة التطبيع مع دمشق الذي يلي سلسلة عقوبات أمريكية على دمشق بعدما أعادت الجامعة العربية وبلدان عربية عدة بينها السعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية ما من شأنه تعريض البلدان المطبعة لعقوبات أمريكية محتملة وبالتالي وضعها أمام خيارين إما قطع العلاقات أو تحمل تداعيات العقوبات وسبق للولايات المتحدة أن أقرت إلى جانب قانوني قيصر ومناهضة التطبيع مع دمشق قانونا ثالثا يتعلق بتفكيك شبكات عاملة من المخدرات تقول واشنطن إنها مرتبطة بالحكومة السورية والأسد وشخصيات مقربة منهما وجاء التحرك الأمريكي بعد عقوبات بريطانية استهدفت عدة مسؤولين حكوميين سوريين متهمين بارتكاب فضائع ضد الشعب السوري لكن التحرك الأبرز كان لفرنسا التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق بشار الأسد وثلاثة مسؤولين السوريين بتهمة التواطئ في جرائم ضد الإنسانية تحركات يبدو أنها تشير لعودة الاهتمام الأمريكي الأوروبي بالملف السوري بعد ابتعاد تزامن مع تطورات دولية وإقليمية أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا المندلع منذ العام 2022 فإلى أين تتجه الأوضاع في الساحة السورية؟ ترجمة نانسي قنقر